على مستوى التشريعات أصعب القوانين اللي كانت متوقفة مرت في هذه الدورة على سبيل المثال المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية معطلة طيلة السنوات السابقة يعني بالتشكيل مالتها وكل سنة يقولون راح نأجلها وتغير المحكمة الاتحادية نعم وتم تغيير المحكمة الاتحادية أيضا تتحدث عن قانون التقاعد قانون التقاعد الآن تم تخفيض بناء على المشروع القانون اللي إجانا من الحكومة تم تخفيضه قانون الإدارة المالية أيضا كان متوقف قوانين أخرى تتعلق بمجلس الخدمة الاتحادي مشاكل كانت تلقى في مجلس النواب وما تلقى حل الآن مجلس النواب بدأ يلقى حلول نوعا ما لكثير من مفاصل الحكومة كان الدور بامتياز حكومي في الدورات السابقة أدعي أنه علاقة المواطن بالسلطة التشريعية الآن أفضل من سابقتها في السنية السابقة كيف؟ على شنو استنادت؟ المزاج العام المزاج العام بدأ المواطنين نسعنا في كثير من أيام عمل المجلس وفي مجلس النواب شرائح المجتمع المختلفة سواء كانت منظمات سواء كانت جمعيات سواء كانت نقابات وحتى سواء كانت أفراد يلجؤون إلى المجلس لحل مشاكل تتعلق بشراح عديدة بالمجتمع طيب قبل لا كان المجلس متلقي ويلقون صدره رحبة؟ نعم نعم كثير من المشاكل اللي ضمن صلاحيات المجلس يلقى لحل إليه التأخير اللي كان أو التعطيل اللي كان في مجالس المحافظات تم معالجته يعني استمرار عمل مجالس المحافظات وتقييد عمل المحافظين كان أهم سبب مشكلة في السنوات السابقة أيضا لقنا لحل